السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد وصفة جديدة على قناتكم كوزين عزيزة الحمزاوي وصفة اليوم ان شاء الله وصفة سهلة كيف العادة سوف نقدم لكم صابلي مكونات بساط يخرج لنا كمية كثيرة تقريبا 3 كيلو المهم بالنسبة لها التلصيق او التعليقات فتا هي خدمتها معكم فيديو مكونات فقط اقتصادية وصفة جديدة ثلاثة نكاهات نكهة القهوة نكهة الفرنبواز ونكهة الحمز سوف نقوم بالرابط في الفيديو ونقوم بالمقادر بالنسبة للمقادر سوف نحتاج 250 جرام زبدة ربعة البيضات سكر ساندة سكر حبيبات زبدة سوف نحتاج قريصة صغيرة الملحة سوف نحتاج فلون من نكهة الفانيلا سوف نحتاج كيس سكر من نكهة الفانيلا سوف نضيف وبالنسبة للمقادر يبقى على حساب الخالي سوف نضيف الزبدة سوف نضيف لها جوش كيسان سكر ساندة أو سكر حبيبات سوف نضيف زبدة سوف نضيف مع زكار سوف نضيف ثم نضيف زبدة سكر ساندة سوف نضيف الزيت بشوية بشوية وانا تنخلط سوف نحصل على خالط كريمي وارجع لكم في هذه المرحلة سوف نضيف ربعة البيضات ونحصل على خالط حتى نحصل على خالط حتى يكون متجان سوف نضيف فلون فاني سوف نضيف كيس سكر في نكهة الفاني كيف قلت لكم لا تنسيت المهم سوف نضيف حتى نحصل على هذا العجين من دجت اخرج كمية كمية ي Drum في هذا طريق يجب ان أخصص المهال سوف نضيف كاكاو المهم سوف نضيف بشوية بشوية ونضيف سوف نضيف فلنضيف كاكاو بصبا حتى يمتب سوف ندخلها للتلاجة تقريبا مدة نصف ساعة طلقت العجين بلاستيكات ويكون الصمك رقيق قليلا ونأخذ المريشمات أو طوابع ونشكل كل الشكل منه قليلا 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 لم نقوم بتنزيل العجين سوف نقوم بتنزيل العجين لنقوم بتنزيل العجين حتى نحتاجه ونقوم بتنزيل العجين سوف نكمل الكمية سوف ندخلها على نار مهيلة وستعود لكم هذا هو الشكل من بعد ما طابت صعب لي نتجه بيض يكون قليلا محمر حيث لو كان في هذا الشكل محمر سوف نقوم بتنزيل العجين إذا كان اللون بيض سوف نقوم بتنزيل العجين من بعد ما دوبته وقدرته في الكاظر ودخلته برد شوية ونقوم بتنزيل العجين ونحتاج شكلات فرميسل نحن يتجه ونقوم بتنزيل العجين من حين أشياء ونقوم نقوم بتنزيل العجين سوف نقوم بتنزيل العجين وسوف نتجلب رابط فيديو ونقوم بالرابط يدخل اليد وبدو نقوم بضع ونقوم بتنزيل العجين نضيف للمعة باللون النحاسي 8 دراهم نضيف للمعة باللون النحاسي نضيف للمعة باللون النحاسي نرى الوصفة للمعة باللون لا تشاهدون الاشتراك شكرا لكم على المشاهدة وصلت إلى الوقت بسببها في بسبب وضع وصلت للمشاهدة شكرا